بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله مرحبا بولادي ابنتي اجمعت ثالثة ثانوى علوم تجربية وتقنية رياضي ورياضي ان شاء الله في هذا الفيديو سوف نقوم بحل هذه النهايات وهي لميت الان اكس على جذر اكس لما اكس يأل الى زايد ملا نهاية ولميت اسية ناقص اكس في الان اسية اكس زايد واحد لما اكس يأل الى زايد ملا نهاية ولميت اسية ناقص اكس في الان اسية اكس زايد واحد لما اكس يأل الى ناقص ملا نهاية هنا اولادي ابنتي احببت يعني ان بحنا تعلموا كيفية تبديل المتغير او تغيير المتغير اذا ننطلق بالنهاية الاولى اللي هي قلنا لميت الان اكس على جذر اكس لما اكس يأل الى زايد ملا نهاية هنا لو نشوف نعود تعويض مباشر اكيد راح تعطيني حالة دمتين لان اهلا ملا نهاية وملا نهاية وهنا ملا نهاية حالة عدم التعيين هنا يمكن ان نقول نضع لاحظوا معي امليح نضع ماذا نضع جذر اكس يساوينا ماذا يساوينا تي يعني هذا المكان نعوده بتي ومنه لو الربع هذا والربع هذا واش صباح لي اصباح لي اكس واش يساوي يساوينا تي مربع اذا كان عندي اكس لاحظوا معي يقول الى زايد ملا نهاية شو نوصي يولا دمليح كيف تتعلموا جيبوا هذه الضرقة وحطوا اهنا صباح لنا جذر الملا نهاية شعال الملا نهاية معناها تي يقول لي يقول الى زايد ملا نهاية معناها هذه الكتابة واش صباح تصباح لنا هنا تساوينا تساوينا ليميت آلان هذا بها نعوضه نعوضه بذا لهو تي مربع على من وهذا بها نعوضه نعوضه بتي لما تي يقول الى زايد ملا نهاية هاي لكم تي يقول لي زي ملا هل هذه نهاية شعيرة لا بما أن نرى عند الملا نهاية عند زايد هذا عنده الحق ينزل لهنا صباح نيواش صباح لي لي ميت اثنان آلان تي على تي لما تي يقول الى الزايد ملا نهاية وهذه نهاية شعيرة تساوينا صفر هذه الحالة الأولى اثنان كيفاش بدلت انه بدلت هذا يساوينا تعلاه لانهنا لو يجي واحد يعوض تعوض مباشر تحليك حالة تتمتعين ونحن لازم بها نحوها عندنا النهاية الشعيرة اللي هي لميت آلان اكس على اكس قوة آن لما ال اكس يقول للزايد ملا نهاية هذه اللي تساوينا صفر اما الباقية نازم بدل التبديل المتغير هذه الحالة الأولى نتي الآن الى الحالة الثانية اللي هي هذه لو نجي هنا ولدي ونعوض عند زايد ملا نهاية تقول لنا اسية نقص ملا شعار صفر هذه تعطيكم صفر وهنا تعطي اسية زايد ملا زايد ملا نزيد لها واحد ملا نهاية اللي غير تملك ملا نهاية هي ملا نهاية في صفر عندنا ملا نهاية ضرب صفر هي حالة عدم التعييب كذلك هنا أولادي واشتكينا نقدر نخدم ملا نهاية ملا نهاية إذن هنا عرنا في الحالة اللي هي لميت اسية ناقص اكس في آلان اسية اكس زايد واحد لما قلنا ال اكس يقول إلى زايد ملا نهاية هنا هنا قدر نزيد ونبدل أنا أعرف بلي اسية ناقص اكس هي نفسها لميت واش آلان اسية اكس زايد واحد وهذه اسية ناقص اكس هي اسية اكس معروفة اسية ناقص اكس هي واحد على اسية اكس هذه تعرفوها لما ال اكس يقول إلى زايد ملا نهاية وتبقى حالة دم التعين موجودة لأن هذه ملا نهاية هذه ملا نهاية حالة عدم التعين هنا كذلك يمكن أن نقول نضع ماذا؟ تي يسوينا أسية اكس ومنه إذا كان لحظوا معي بالأقل ومنه هذه نعوضها بتي وهذه بتي إذا كان ال اكس يقول إلى زايد ملا نهاية أروح الجولة دي جيبوا هذه يحطها هنا إصبحت تي وين يروح كيف كيف يروح زايد ملا نهاية على هذه نحطها هنا تعطينا سية زايد ملا نهاية معنى صباحنا تسوينا لميت آلان شوفوا هذه عوضها بتي زايد واحد على تي لما تي يقول إلى زايد ملا نهاية لكن حالة الدمتعين ما زالت موجودة لأن هذه تعطي لي ملا نهاية وهذه ملا نهاية حالة الدمتعين هنا ركزوا كيف شروح ندير واش رأيكم لو نجي وندير تسوينا لاحظوا معي الليميت وندير آلان ونفتح قوس خرجوا تي عن مشترك هنا لداخل صباح لي تي في واحد زايد واحد على تي ركزوا معي مليح لهذا النهاية على الكل على تي لما تي يقول إلى زايد ملا نهاية يا أستاذ واش درت ما درت وانو خرجت هناulin الداخل تي عن مشترك يبقى هنا الواحد وهنا زايد واحد على تي عندي لغة رتم آ هاي لغة آ على تي يعني نقوم من فركة المقام زايد آلان واحد زايد واحد على تي الكل على تي لما تي يقول إلى زايد منهاية أستاذ ما فهمت ALAN AB يسوينا ALAN A زائد ALAN B والثهذا اللي في المقام عندنا توحيد المقام وعندنا اتفكيك المقام فكتناها هذه نهاية شيهرة هاهوين هذه تروح لكم من صفر وهنا واحد على المال نهاية شوفوا معي مليح واحد على المال نهاية صفر ALAN1 شعال صفر صفر على المال نهاية صفر سم هذه صفر وهذه هاهوين صفر إذن مباشرة النهاية إجعلته سوي صفر أعود أستاذ هذه تروح الصفر يبقى لي ألن واحد هو صفر صفر على ما لا نهاية صفر وهذه هايونا صفر نروح الآن إلى الحالة التي بعدها لهي كذلك لمية أسية ناقص X ألن أسية X زياد واحد لما الـ X يقول لي أن ناقص ما لا نهاية نتابع جيدا ناتي قلت لهذا النهاية كذلك هذا في الأصل هو هو الميت ألن أسية X زياد واحد على أسية X لما الـ X يقول إلى ناقص ما لا لو نعود تعويض مباشر أسية ناقص ما لا صفر لغارة من الواحد هو صفر على صفر حالة عدم التعييب هنا كذلك نقول نضع T يسوينا أسية X ركزوا مع يمليح إذا كان X يقول لي أن ناقص ما لا نهاية ركزوا هذه عوضها له يصبح T وين يروح ألولت يصبح أن T يروح للصفر على أستاذ هذه عوضها له السيت ناقص ما لا نهاية هي صفر يعني T يصبح يقول له الصفر يصبح أنه واش يصبح أنه لميت هذه نعوضها بـ T يصبح لي آلان T زياد واحد آل تي لما T يقول إلى صفر قلت لما T يقول إلى صفر لو نعوض تعويض مباشر صفر آلان واحد هو صفر على صفر حالة دمتين يؤستاذ كندير هذه هي نهاية شهيرة معروفة أنها تسوي واحد رحوا وعودوا وقرأوا النهاية تكين خمسة من بينهم الليميت آلان X زايد واحد على X لما X يقول إلى صفر تسوينا واحد كما تعلق السية لهي كذلك لميت السية X ناقص واحد على X لما X يقول إلى صفر هذه لو نعوضه تعويض مباشر تعطينا صفر على صفر لكن معروفة أنها واحد ها هي النهاية التاعي إذن هذه تسوينا واحد ها هي الحالة اللولة والثانية والثالثة تعلمنا كيفية تغيير المتغير بالآخر أولاد وابنتي لا تنسونا بالدعاء لنا بالصحة والعافية والترحم على روح أمي الطاهرة والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر